هون ابو جلحوت شكلك زعلين ابو جلحوت وجالس مع نفسك وبتعيد في الماضي والحاضر وفي كل الأحداث اللي صارت في العلاقة أو في العمل أو انت شخص مثلا انت حامل مسؤولية العائلة انت رب منزل خلنا اشوف شو وراك انت شايل شخص واظهر منك سنا مقدم لك عرض وانت يعني قاعد بتقيس اذا كان علاقة بعمالك بتقيس هل يصلح او لا يصلح يعني زي انت بتحسبها على الورقة والدفتر والقلم ومثلا شو الإيجابيات من هاي العلاقة وشو السلبيات في هاي العلاقة ويعني شوية انت متردد متردد احتمال انت شايف في شخص عيش بك وانت شايف واظهر منك سنا ومتردد انك انت مثلا صارحة بس انا شايف هو مسارحك او عارض عليك عمل تمان انت معروض عليك عمل حس انه مثلا مش غسنك الشخص هذا شخص شخص عيندي وشخص شويك بحب العمل عملي جدا وشخص حرفي ومحتال الشخص هذا محتال عملي خلينا نشوف حاليا الشخص هذا بمر في انفصال انفصال من علاقة انفصال من عمل احتمال انفصال عن طريق المحكمة بمر في شيء هذا الشخص انفصال عن العمل او انفصال عن شخص هو مرتبط في كزواج وانفصال عن طريق المحكمة الشخص هذا حاليا اصبح حر نفسه وتباعد عن علاقة كانت بالنسبة الى مرهقة واحتمال انه تباعد والشخص هذا عرض عليك عرض مثلا كزواج او حب او عمل طيب الشخص هذا حاسس ان انت مشاعر من ناحيتك هو حاسس انك انت في برج ابق برج الحول غامض غامض جدا وحاسس انك انت خدعت قبل هالمرة وانت مش رحت ادى العرضه انت شخص ناضج وحاسس انك ناضج ومارق في علاقات يأستك من جميع العلاقات الاخرى شافك شخص جاهز دائما عندك جهوزية لكل شيء يعني انت جاهز لكل صدمات الحياة وجاهز حتى اذا شخص حاول يخطعك انت جاهز تواجه وكمان اذا شخص شافك انت شخص روحاني جدا وشخص عظيم احتمال انت شخص غامض مش هالفه شافك مخاطع ولا كيفها مش هالفه بس لا انا شافه هو شاعر انك انت مريت في خداعات كتير لكن انت حاطتها جويتك يعني انت مغلق عليها في الصندوق الاسود اللي داخلك مش شافك انت حقود لا انت مريت في الام من جميع الاشخاص وكأنك هالالام خلتك ناضج ناضج جدا جدا شخص هذا انت في عقل الباطني شخص اللي الغامض الواضح يعني شايفين كيف الغامض الواضح واضح بعد الشيء وغامض بعد الشيء كما انه شافك انك شكاك شكاك وغيور على فكرة وشافك انك انت مرأت بعلاقات بس انت يعني ما وضحت اللش الى الشيء اللي مريت فيه المؤلم اللي قالمك وشافك انك انت شخص مكابر مكابر جدا رغم دروس الحياة اللي انت اخدها يعني انت زي شو ما صار فيك بس تك واقف عائجيك وانت شخص محبوب وشخص طيب جدا وشخص بسبب طيبك الناس طعمتك في دهرك بس هو شايفك غامض يعني شايفك او متباعد او اختفيت قطعت العلاقة انتهت العلاقة انت تباعد احتمال انت متباعد عن هذا الشخص حاولي راسك بس انت قطعت معي احتمال انك تكون اختفيت عن عن الساحة كلها ساحة الحب ساحة العلاقة عن الانترنت انت متباعد انت مختفي او مظهر شيء هو مش فاهمه او حتى لو انك ظاهر بس انت يعني ما مواجحتش انت بتحبش تواجه انت ما بتحبش تواجه هو شايف العلاقة هاي صار فيها مشاكل كتير وغدر كتير الشخصة تشكله اطعمك باحتمال تكون انت كنتوا في زواج ومفصلت عن طريق محكمة ايه العلاقة شايفها انها تكسر فيها جاسات كتير وصار فيها عظم عدم تقام اشتقام وشايف انه فيها تردد كتير هاي العلاقة فيها تردد من قبلة ومن قبلة انتم مترددين بزي هاي انتوا عاديم بتكسر في بعض من ترددكن لا اشوفين الكورنتا في احتنا صح انتم متى ماثت الكورة بصراحة بس انا شايف ان العلاقة فيها زعل زعل وخسارات وتجريح شايف اصلا احتمال ان اشوفهم جرحك خدعك أفضل فعلا أنه محتال ومخادع رومانس فيه رومانسية. بحكولك إذا كنت تصدق فيه شيء. بحكولك إذا كنت تصدق فيه رومانس. نشوف الشخص عبادة أحمله شخصيته. سوف أحلل شخصيته عن طريق رؤيتك إليه. في رجوع شخص من الماضي يرجع لك يا برج الحوت. تبعون بيحكولك إمنح علاقتك فرصة أعمل على شرك. يعني بيحكولك أعطوه فرصة. شخصيته رجع. أنا شايفه أنا رجع. بيتواصل معك شخصيته أو بحاول يتواصل معك وإنت متباعد. يخت فيه. في شيء للشخص هذا أنت مش نسيله إياه. أنت مش نسيله إياه. أنت تراجع فيه وتحلل وتربط الخيوط في بعض. في شيء أنت مش نسيله إياه. العلاقة هاي زي مرت. يعني وقت شدة كتير. يعني كان فيها شدة أكبر من الرخي. فهون بيحكولك إذا كنت تصدق إنه فيه المنسية أو. يمكن الشخص الذي يرجع لك. الشخص الذي يرجع لك. فيه شخص الذي يرجع لك. سبعني هذا الشخص أو شخص أنت بتنتظره. اللي أنت بتنتظره هو راجعة. أو هو شخص هو راجعة هذا الشخص. هون بيحكولك فيه موعد ورقاء شخص جديد. مواعدة. فيه مواعدة. فيه خطة جديدة. فيه تحديد مواعدة. فيه رجوع برجل هود. فيه قضية إنه فيه شخص منكو. خاف من الغدر أو إنه الشخص يفجرون. وأعتقد أنه أنت يرجع لك. لأنه هو شايفك أنك أنت مرأت فيه كثيرا. فيه أشياء تكسرت فيك كثيرا. من قبله ومن قبل الآخرين. احتمال أنت بتمر فيه يعني فيه محيط. كل الناس حوليك مثلا أشهر أو غدرين أو غدروك أو استغلوك. طب العاقة اللي في العلاقة هي فيه تغيير مدني لكم. أنتم مش فاهمين بعض. أو فيه كترة تعنات وفيه خوف. خوف من زي ما حكولكو إنه خوف من الحجر. فيكو شخص يخاف إنه يخوض يعني للآخر. يخوض في العلاقة. فيكو شخص مخطور وتعبان. وكأنها كل ابنية جمعت عليه يعني وكسرته. فيكو شخص طالع من العلاقة قبل هالمره فات بها العلاقة. ومتردد جدا. أنت يا برج الحوت متردد من ناحية أي علاقة. أنت يعني أنت زعلان متبايد عن هذا الشخص. زعلان جدا جدا. هو شايف إنه العلاقة فيها. ما فيش فيها تقدم. أنتوا واقفين عند مرحلة في الماضي. يعني شيء حصل فيكو في الماضي. وبسبب هذا الماضي العلاقة. واقفة وما بتتحركش. ما بتتحركش. فيها زعل. وفيها شخص بضل زعلان. باحتمال. أنه هناك رفض أسري. مثلا أنت يا برج الحوت. شخص أكبر منه سنا. والآن راضينك. شخص هذا احتمال مرتبط. شخص هذا احتمال تعلاقات. تعلاقات ومخبي هذا الشيء. لكن أنا شاهده أنه. زعلان مفتقدة هذا الشخص. تفكر كيف يغير لك نظرتك عنه. يغير نظرتك عنه. لأنه أنت شايف سيئ جدا. شايف العلاقة سيئة. أو شايف أن العلاقة هاي. أرهقتك. وأتعبتك. وشايع العلاقة هاي. فيش فيها. يعني مش قادرين تتجاوزوا عقبة. في عقبة أنتوا مش قادرين تتجاوزوها. في حكم بالماضي أصدر عليك يا برج الحوت. أنت مش قادرين تتجاوزو. أنت مش قادرين تتجاوزو. هو شايفك أنك أنت شخص مشوش. وعندك أحلام كثير. هو شخص أنت اللي دائماً بتهرب. بتهرب من العلاقة. بتهرب من العلاقة وهو. شايفك أنك أنت مريت بعلاقات تبتيع تكبر الشخص هذا. مع أن شايفك أنك أنت شخص عقلاني. وشخص قطعت. كثير رتوصل لمرحلة النجوج اللي أنت فيه. حالياً. حالياً. حيث أنت انفصل. والشخص هذا مثلاً ما كانت فيه زواج. وانت كنت فيه زواج. الشخص هذا الشيخ يشاهد أنك دائماً تهرب من العلاقات من الإعجاب من العروضات. أنت دائماً تقطع وتخفل بتتباعد. أنت دائماً بتتباعد. أنت بعيد. أنت مش قادر تتفهم في الشخص. شخص هذا مش قادر يفهم انت ليش شكك انت شكك على فكرة او عندك نوع يعني مش شكك انه عندك شك مرضي لأ انت زي يعني بتأمنش بسهولة ان الشخص هذا لو قال لك بحبك فانت بالضر المطمئن لأ انت هو ليش بحبني طب هو ش بده مني طب هو عندك شكوك يعني ليش بما لانك مرأت في الماضي في علاقات اتعبدك مش شرط علاقات حبك مع علاقات مع الاشخاص المحيطين فيك المحيط اللي انت كنت فيه انت كيف شايف هذا الشخص ونزل تقدر العلاقة انت شايف هيا العلاقة ثلاثية فيه طرف بناتكو متزوجة او مرتبط حكملو السلام من العلاقة انت شايف هيا العلاقة فيها سيطرة فيه شخص يحاول سيطرة على الاخر انت شايف بالنسبة لك هيا العلاقة وخلاص ان اضعت انت شايفها بدها قوة هيا العلاقة بدها قوة وبدها تحدي يعني مسلا بدها تتحدى ناس عشان تبقى مع الشخص هت كيف حكيت لك انك انت بقعد بتحسبها على الورقة والقلم شو ما سوي العلاقة وشو اجابيتها فانت شايف ان هيا العلاقة بدها تحدي كبير وانت شايف هذا الشخص مرتبط باسرتها رابطة قوية بينها عندها طرف اخر في حياتها مهتم بعملها مسلا اكتر منك انت شايف العلاقة بيش فيها يعني اتفاق بناتكو يعني انت شايف ان العلاقة هاي فيها حدود كتير يعني بتقطع شوط كبير وحدود كبير حتى هنا انت شايف نفس النظرة يعني انه بتقطع مشو شوط كبير حتى تتعدوا الحدود اللي بينكم فيه عوائق بناتكم احتمال العوائق كون انت من مدينة وهو من مدينة احتمال فيه اختلافات بناتكم اختلافات بجنسية مثلا اختلافات لاحقية لانه هو شايفك ان انت مختلف عنه احتمال انت من ديانة وهو من ديانة طب الشخص هذا شو نوعية شو خطوز الشخص هذا بطير جانب وناوي على استقرار معاك احتمال اذا كنتو يعني في عمل بناتكم اشترك احتمال ليعرض عليك عرض يكون هذا العرض يريحك طمأنينة اليك شو ما كان العرض هو بديه يطمنك انه هو شخص يشريعبي ولا شخص بديه يغضلك ولا شخص بديه يخونك احتمال العلاقة هي واقفة عطرف اخر غيركم انتم يعني الاهل البعد المسافات فرق في فرق في فرق في فرقات الشخص هذا بديه يورد عليك عرض يطمنك من خلال هذا العرض انه انت في هاي العلاقة رح تنجح ويطمنك ان هاي العلاقة انت رح تكون حر فيها حر قرارك الشخص هذا ناوي يحقق معك انك تصدر الشخص هذا يتواصل معك بديه يرجع فيه رجول بناتكم بديه يعطيك عرض قوية للشخص بديه يعطيك وعد وعد ايو بصف وعد قاطع انه تعيش بيعني مثلا بحرية بهدوء تنسى الماضي يعني نوع من انواع اذا انت مقيد في شيء بتفك هذا القيد وعطيك الحرية تنطلق 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 تم العرض عليك هذا العرض فهو نقول لك فيه رجوع وفيه موعدة لكن فيه شخص منك بخاف من الهجر وهل انت يعني شاف انه انه مستحيل يكون في بناتكم حب اه انت اللي شافه مستحيل يكون في بناتكم شيء وانت شافه انه العلاقه ها مستحيله لانه يقول لك اذا كنت تصدق يعني فانت مش مصدق انت بتحاول تصدق يعني فانت مش مصدق انه ها العلاقه رح تكمل او ها الاسه رح تصعد لالارتباط مثلا او تطلع من العوائق والمشكله اللي انتو فيها تخرج منها فيها تردد ها العلاقه ما فيها خوف من الكبرك يا برج الحوت ده خلنا اشوف لكم الابراش لانه برج العدراء برج الجاتي برج الاسد الحوت السرطان الحوت كمان مره العقرة برج كمان الاسد قوس ميزام الفور فقط طاقات نارية هوائيه ومائيه قطلقوا برج الحوت كمان الكراش هلا هوائيه مائيه وطرابيه كل الطاقات موجودة كل الطاقات خلينا نشوف الكراش يا برج الحوت بس شخص هذا صادق في حبه لك يا برج الحوت يعني لا تقلقش طيب انت معروض عليك اكبر من عرض وانت في وقت هلا اختيار وخيار يعني الاختار وفي خيارات قدامك عديدة انت شايف انه هذا الشخص مفتقدك وانت شايفه انه شخص مثلا فقير وحيد طالع من الازمة الشخص هذا في بداية جديدة له في عمله في شيء هو بدي في بداية جديدة طب شما شعرت الشخص نحيطه برج الحوت اوه نفس الشيء انا تبقى دي الشخص هذا حاسس انه انت شخص غدار او شخص انت انش من يساهل انك تقبل في العلاقات مش سهل انت شخص مش سهل عنيد طب هالمشاعره صادقة زي مشاعرك او احساسه اوه هو حابك هذا الشخص مبهر فيك كمان طب شنو ايامت نحيتك هو بده يدوازم معاك ويوصل الاتفاق معاك الشخص هذا بده يغريك او يعني يخدملك عرض انت تمسك منه والشخص هذا شايفك انك انت عنيد ومارئ في علاقات عدة وانت يعني مش اعرف اسو انه حاسك انك انت تختار يعني تنقى 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 وشاف انه لازم نوياء انه شاف انه لازم يقنعك يكون عنده قدرة على الاقناع لانه معجب فيك جدا جدا هذا الشخص طيب ها رح يعترف لك ها رح يعترف لك ها رح يعترف لك ويفرجيك وعروضاته انت رافض هذا الشخص لانه شخص فقير او يتيم او مارئ بعلاقه قبل هالمرة واخرج منها وانت بتعرف هاي العلاقه الشخص ده من محيطك من محيطك الشخص ده بديه يعطف لك وهو بديه يعرض عليك كعرض الحب الملكم هو من برج العقرب او السرطان الميزان والثور خلنا نشوف العمل يا برج الحوت شو وضعك في العمل انت عندك عروضات في العمل وبتفكر في العمل اللي يخرجك من ازمة يمكن انت بتمره بازمة مالية او ضائق مالية وانت بتفكر في العرضات اللي تعرض عليك وعندك اختيارات كتيرة وانت بتحاول بتقبل في العرض المناسب اليك ليتلاعك مشعور الفقر او الاحتياج احتمال انت نعرض عليك عرض وانت شايف انه هو لا يقل عن العروض اللي عندك هو قليل بالنسبة للعروض اللي عندك طيب خلنا نشوف العمل انت بتحاجز ترجمة نانسي قنقر